السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسلام بحضراتكم حلقة النهاردة ممتازة الثمر اللي هنتكلم عنها النهاردة أنا بحبها جدا فيها كنز للحامل و للجنين ولكن لازم ناخد في اعتبارنا إن في بعض مننا بيبوز القيمة الغذائية اللي فيها وبياخد الأضرار منها لما يكلها غلط ولكن هي فيها كنوز 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 هنتكلم النهاردة عن الليفت الثمرة دي أنا حاولت أعرف في اللغات التانية في الجزائر في المغرب العربي في العراق اسمها إيه فحبت أختصر ونجيب الشكل بتاعها الليفت الحجم ده جميل جدا واكتشفت إن في الجزائر والمغرب بيطلق عليه الليفت وبيطبخ كمان فرائع جدا طيب نبدأ حلقة النهاردة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن ولا وأذكركم ونفسي بكثرة الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم فبيها نسعد بإذن الله أول حاجة عايزين نقولها إن في ثمرة الليفت في مركب اسمه النتارات النتارات ده بيقلل ضغط الدم وبيحمي الإنسان من التجلط وطر فده معناه إنه بيحمي الحامل من عدم وصول التغذية للجنيه لإنه بيحمي من التجلطات استجلط يعني الدم مش هيوصل للجنيه مظبوط فالوقاية من التجلط تلاقي مثلا الطبيب أو الطبيبة بتوصف ليه الحامل أسبرين في بعض الناس بما عندهم مشاكل في تخثر الدم فتوصف لهم إمركاليكسان النهار ده الليفت ده في مادة النتارات اللي بتمنع ارتفاع ضغط الدم وبتمنع التجلط وبتحمي الحامل من تسمم الحم وبتحميها من عدم وصول التغذية إلى الجنيه بشكل جيد فدي أول فايدة عظيمة جوه الليفت ده في مركب اسمه سولفورافين السولفورافين ده بيمنع تكون الخلايا السراطينية في الجسم فبالتالي بيحمي الإنسان ككل من تكون الخلايا السراطينية في جسمه وبيحمي المرأة بشكل خاص من سرطان الثادي وسرطان الرحم فده بغض النظر كمان عن الحمل لو جينا اتكلمنا عن الليفت بالنسبة بقى ليه الجنين ففيه من الفوائد المهمة ليه الجنين عظيمة جدا أولا الليفت ده فيه نسبة كالسم عالية جدا نسبة الكالسم اللي هنا تنافس بقوة نسبة الكالسم اللي موجودة في كوب الحليب بقوة فيها نسبة كالسم عالية جدا بتحمي الحامل منها الشاشة العظام بتحمي الجنين وبتقوي عظامه ويتخليه مستعد فيما بعد الولادة انه بعد كم شهر كده يطلع سنانه بسرعة الكالسم مش بس مهم عشان فكرة العظام لا ده الكالسم مهم عشان الدورة الدموية السليمة للأم واللي من ثم بتكون دورة سليمة بالنسبة ليه الجنين حاب تلفتوا صغيرين قد ثمرة زي دي زي دي وخدوا بالكم مش اكتر من دي وممكن يكون معاها واحدة صغيرة زي دي وكفا ولو دي بس الوحدة حلوة قوي بتعتبر ملين بدل ما تاخدي أدوية ملينة عشان الامساك اللي ممكن يجيلك في فترة الحمل لا ده بيعتبر ملين طبيعي بس شرط ان احنا ما نكترش منه وهنا هنلقي نظرة بقى على الاستخدام الخاطر كتير جدا منكم بيعشع الليفت فبياكلوا كمية كبيرة فيكتشف انه لا ده جاب لي امساك ده عمال الانتفاخات ده بهديل القولون اه طبعا لازم يعملك كده لانك مجرمة في حق نفسك لانك افرطي هي ثمرة صغيرة مش اكتر من الثمرة الصغيرة تاخدي الفايدة منها وتسيب الاضرار من الكميات الكبيرة مش اكتر من كده تقطعيها مع الصنطة تطبخيها مفيش مشكلة ولكن احنا نكتر منها هو ده الغلط اللي احنا بنعمله وهو لكم برضو على غلطة تانية بتتعمل في حق الليفت وفي حق نفسك وبتقذي نفسك منها في الليفت فيه الحديد المهم ليه الجنين ومهم لجودة التغذية بالنسبة للجنين ومهم ليه الأم الحامل عشان تقي نفسها من الأنيميا في الليفت فيه عدد من المعادن الأخرى فيه الماغنيسيوم المهم عشان تحمي نفسك من التقلصات الرحمية المتزايدة وتحمي نفسك من حاجات كتيرة جدا زي تقلبات المزاج فيه الفسفور اوميجا ثري اللي مهم جدا عشان عقل الجنين وزكاء الجنين اوميجا ثري فيه كمان ايضا فيتامين بي سيكس المهم جدا ليه الجهاز العصب للجنين ومهم جدا كمان عشان غثيان الحامل اللي بتعاني منه في فترة الحامل في الليفت فيه فيتامين ألف من النوع الذي يعشقه الجنين فيه نوع على فكرة من فيتامين ألف الجنين يتمنى لو حضرتك ما تقربش منه خالص اللي هو اللي جاي من الكبدة واللي جاي من مصدر حيواني لانه هذا الفيتامين اللي هو فيتامين ألف اللي جاي من مصدر حيواني اسمه الريتينول الريتينول ده لو زات في الجسم يعمل تشوهات الجنين اما فيتامين ألف اللي من مصدر نباتي اللي هو الكاروتين ده بيحمي الجنين من امراض العيون ومهم جدا 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 عشان مناعة حضرتك عشان ما يبقاش فيه تكون للجذور الحرة لان كمان في الليفت فيه فيتامين سي في فيتامين سي مع فيتامين اي يمنعه تكون الجذور الحرة والجذور الحرة دي اللي بتزود الالتهابات في الجسم سواء كنت حامل أو غير حامل فمناعة الحامل بتبقى ضعيفة محتاجة أنها تقوي مناعتها في فيتامين سي وكمان في فيتامين اي اللي اتنين دول مع بعض مضادات أكسادة عالية جدا تمنع تكون الالتهابات وانتشارها في الجسم بالنسبة للحامل فتحمي نفسك وجنينك من خطر أن الالتهابات تزيد عندك فتضطر للأسف أن انت يحصل مشاكل ليه الجنين بسبب الالتهابات المتزيدة وكمان في حمض الفلك وحمض الفلك بيحمل جنين من التشوهات اللي ممكن تحصل في أول 3 شهور عايز أقول لكم بقى على الطريقة الغلط اللي ممكن ناكل بيها اللفت اللفت العظيم ده كتير جدا 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 بيعملوا مخلل حطوا عليه ملح كتير وخلل فيش مشكلة من الخلل ولكن المشكلة في الملح الكتير أول هام انت لما تيجي تحط الملح الكتير على هذه الثمرة انت نزعت منها المية لأن الملح بياخد المية فأول هام لما تيجي تاكله وهو منزوع المية مش هيشتغل الشغل بتاعه الصح بتاعي بتاع أنه يسهلك عملية الإخراج دي نقطة اللي هي التبرز أو علاج الإمساك النقطة التانية الملح الكتير ده ما يخليش الفيتامينات اللي احنا بنتكلم عنها موجودة جوه هذه الثمرة العظيمة أنها تمتص بل وإحنا بنقول إن في مادة النتارات دي النتارات دي بتمنع تجلط الدم ويبتمنع ارتفاع ضغط الدم إنه هو إيه؟ يحصل لأ أنت حطيتي عليه ملح كتير فحصل إيه؟ فحصل إن حضرتك بوزت الفايدة وخليتي حضرتك عرضة لإرتفاع ضغط الدم وكلتي اللفت وجالك تسمم حمل بسبب إيه؟ بسبب إرتفاع ضغط الدم طيب يبقى ناكله إزاي؟ ناكله بالطريقة اللطيفة الخفيفة اللذيذة دي نحنا نقطعه عادي جدا مطبوخ ماشي مش مطبوخ كده عادي بس لا ملح ولا أي حاجة كده مفيش أبسط من كده دي تقطع ويتاكل مع السلطة وكمية بسيطة مش عارف انتوا شايفين الكمية دي ولا لا؟ كمية بسيطة كمية بسيطة قدي دي ثمرة متوسطة ناكلها مع طبق سلطة خطس إيه بقى كده كفاية إنما إن أنا أكل نص كيلو ليفت ربع كيلو كتير قوي كتير قوي هو بحد أقصى 100 جرام 150 جرام وده يبقى عظمة على عظمة هيشتغل معاك الشغل المزبوط هتاخذ الفوائد المرجو إن احنا ناخدها منه ومش هناخد الأضرار لأن الأضرار هتيجي من الكمية الكبيرة أي حاجة في الدنيا كان فيها فوائد فيها أضرار من الكمية العالية المية بتحيي إنسان المية ممكن تحيي إنسان ولو البني آدم وقع في محيط المية ووقع في بحر كبير مليان مية هو هيغرق ويموت رغم إن هي دي نفس المية اللي خلته يعني على قيد الحياة فسبحانك يا رب كل حاجة ربنا نزله لنا لو كان منها بكمية معتادلة هناخد الفوائد لو كان منها بكمية كبيرة هناخد الأضرار فاخدوا بالكم ومن بلاش يعني إن احنا نبوز حاجة ربنا عملها لنا ونحط ملح وخلوا الكلام ده كده حلو قوي و بسم الله سلام عليكم شكرا